بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين سائل يقول هل بن صياد أو بن صائد هو المسيح الدجال بعينه وما هي أقوال علماء وما هو الصحيح في هذه المسألة ابن صائد أو ابن صياد رجل كان في المدينة أيام النبي عليه الصلاة والسلام وحوله أشكالات فيبدو الأوصاف المذكورة في الأحاديث في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يبدو أنها منطبقة عليه على هيئته وعلى تصرفاته وأفعاله وهو أيضا كان يوحي بهذا يعني حينما سأله بعض الصحابة في البداية قال لا النبي عليه الصلاة والسلام قال لك هذا يهودي وكذا وأنا مسلم وهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل المدينة وأنا في المدينة وكذا 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 فاطمأن أطمأن له الصحابي فحينما قال له يعني إذا عرض عليك هل تابع أن تكون ذلك فقبل ذلك فعلم أن الرجل يعني فيه مشكلة كبيرة جدا وأن الرجل محل إشكال هائل جدا النبي عليه الصلاة والسلام اشتبه به وجاء يختبره وخبى له خبيئا خبى الدخان فكان يقول الدخ الدخ لم يستطع أن يكمل الكلمة هذا فيه دلالات منع من التسلط على الكلمة كاملة ولكن كان هناك عنده إشارات طيب ما حقيقة نعم يا أخي فيه خلاف كبير بين العلماء بعضهم يقول هو الدجال وبعضهم يقول ليس هو الدجال طيب والإشكالات التي جاءت أنه مثلا لا يدخل المدينة لا يدخل المدينة بعد خروجه على أنه الدجال أما أنه يكون في المدينة في البداية أو يولد في المدينة فالأمر يسير ولذلك الأمر كان محيرا جدا حينما أغضبه بعض الناس غضبت أم المؤمنين وقالت يعني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه يخرج من غضبة يغضبها إن انتفق هكذا فامتلى فخروجه كان بسبب غضب يغضب فبعد ذلك يتحول ويحصل له أشياء وهكذا فإذن هي شخصية يوجد أدلة تدل على أنه هو ربما يكون هو ويوجد أدلة أخرى تقول ليس هو الدجال فقد من المدينة بعد ذلك لم يوجد له أثر لكن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقول رأيته في بلاد في فرس رأيته في وسط اليهود ابن صائد الذي أعرفه يقول رأيته في وسط اليهود أظن في أصفهان أو في هذه بلاد في هولية أصفهان طيب هل يمكن أن يكون هو الدجال فعلا؟ احتمال كبير جدا طيب والقصص هذه والأشياء التي تمنع أن يكون هو الدجال كلها الحقيقة قابلة للتأويل لماذا؟ لأنه لا يدخل مدينة لكن لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يولد في المدينة خرجها من المدينة ثم بعد ذلك إذا يعني ادعى ما يدعيه وظهر للناس لأنه إله مزيف عند ذلك لا يمنع من دخول المدينة طيب ما الذي يحصل؟ ما هي قصة الأمر؟ كلمة الدجال هذه المادة الدجلة قائمة على التمويه والتضليل حتى في الاشتراك الأكبر الدجنة الدجن هو الغيم لأنه يغطي الشمس الدجل يعني يستر نفسه بشيء آخر فطريقته وأفعاله ويظهر للناس على أنه مات ثم بعد ذلك يظهر حيا في مكان آخر هذه تناسب أفعال الدجال فهل هو هو؟ الله تعالى أعلم لا أحد يستطيع الجزم وكل الأدلة فيها احتمال الأدلة المثبتة فيها احتمال أن لا تكون كذلك والأدلة النافية أيضا النفي ليس قطعيا ولكن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الدجال وأخبر عليه الصلاة والسلام أن كل نبي حذر أمته وكان حينما يحذرهم يرونه يعني كنا نراه في طائفة النخل يعني يتخيلونه يعني كأنه سيظهر الآن الآن سيظهر لكثرة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذره ولكن هناك شيء بشرى مطمئنة وأيضا مفيدة لنا ولكم من علامات ظهوره نسيانه يعني إذا لم يعد يذكر على المنابر هذه من علامات الظهور للدجال لذلك ما دام نحن نذكره الآن فاعلم أنه بعيد نعم فتحذير من الدجال وذكر الدجال للناس بهذا الوصف هذا يبعده عننا الغريب أن اليهود ينتظرونه بفارغ الصبر هم والمتصهين من النصارى في اتجاه في النصارى ولا سيمة في أمريكا تسمى الصهيونية الجديدة هؤلاء عندهم تركيبة عجيبة تركيبة عجيبة في عقولهم عندهم اعتقاد أن الدجال سيأتي لا محالة وعندهم اعتقاد أن الدجال هذا هو المخلص لهم النصارى منهم يعتقدون أنه المسيح واليهود يعتقدون أنه اتفقوا على أنه شيء مخلص يخلصهم يعني وأنه بعين واحدة ولذلك رمزه ماذا هذا المثلث الذي في وسط يعين أذكر أني تابعت برنامجا قديما في أنتجة في بلاد أمريكا قال عبارة أن هذا الرمز تجده في أماكن كثيرة وتجده في الأبنية الضخمة جدا أنا الحقيقة ما كنت منتبهة إلى هذا بعد أن استمعت إلى هذا فعلا وجدت هذا أبنية ضخمة جدا في بلاد عديدة وجدت عليها في زاوية ما أو في طريقة ما صورة هذه العين فما الذي يحصل ما الذي يحصل فهل هم يستعدون له ينهل له جند وطريقة معينة لا ندري هذا يعني من علم الغريب ولكن بالنسبة لنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الوسائل الشرعية المرعية في هذا نقرأ صورة الكهف نحفظ صورة الكهف أيضا لا نقترب منه إذا جاء مهما كنت واثقا من قوة إيمانك ويقينك إذا ما ذهبت إليه ستضل ولذلك يعني ابتعاد عنه والهروب منه لا يقترب الإنسان منه حتى وإن كان جازما في إيمانه يعني أنا اعتقادي الشخصي أن القوم أتباع الدجال يسيرون للبحث عن سر الحياة كل الأبحاث التي قامت الآن ولاحظ أفلام هوليود في كثير منها ولا سيما الجديدة تتحدث عن إنسان عاد بعد الموت وعاد في الساعة التي مات فيها فيجد مثلا الزمان قد اختلف تماما ويجد الدنيا تغيرت كثير أن تجوا من هذا أعتقد أن السر الموت هذا ربما يصلون إليه وهذا عندنا ممكن عقلا وممكن شرعا أيضا يمكن شرعا لا يوجد استحالة فحينما يأتي الدجال ربما يخدع الناس من هذا القبيل لأن هذا يعني حقيقة شيء غريب وعجيب ولذلك دراسة العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة الأشاعرة تنجيك من مهالك كثيرة أولا تعلم أن هذا الدجال مخلوق مخصص يديان ورجلين وعيون ومعرفيش هذا مخلوق بقي قضية العين الواحدة كما قلنا تحال عند الوهابية بأن يلبسنا الضارة الشمسية ليس فرق بينها وبين ربهم إلا العين فعلى هذا الأساس الأمر يسير لكن عندنا هذا مجسم مخلوق مخلوق يعني ناقص مخصص بأعضاء إذن لابد له من مخصص إذن هو مفتقر لمكان إذن يستهل أن يكون إلها طيب يحيي ويميت هذه ممكنات كل ما يمكن أن يكون معجزة لنبي يمكن أن يكون كراما لولي وقد حصل كما في البيهقي أن بعض الصحابة أحيى الله تعالى له هذه مرأة أحيى الله لها ولدها كما في حديث أنس في دلال النبوة عند البيهقي على ما أذكر هو عند البيهقي قطعا لكن هل هو في دلال النبوة غالبا هكذا فإذن معرفة هذه الأشياء إذا كراما لولي معجزا للنبي يمكن أن تكون أيضا تخريفا لدجال خوارق العادات ليست مقياسا للحق لذلك نحن لا نلتفت إلى مثل هذا حتى لو جاء الدجال وأحيانا رجلا نقول له أنت الدجال الذي أخبر عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يعصمنا من فتنة الدجال وكل من يتابعنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين شكرا